السلام عليكم أصدقائي ورحمة الله وبركاته اليوم ستحدث عن وجهة نظر ابن سينة في وجود الله من عدمه طبعا لديه وجهة نظر متميزة وتستحق أن نطلع عليها وفي حلقات مقبلة سأعرض أو أستعرض الردود عليها المنافية لما يثبته ابن سينة مسألة وجود الله من عدمه فكونوا معي قبل ابن سينة كان خاصة القديس أولستين يقول بأنه العالم أن الله خلق العالم دفعة واحدة في لحظة واحدة ابن سينة يقول لا هذا كلام غير صحيح العالم لم يخلق دفعة واحدة بل أن الله نفسه لم يخلق العالم بإرادته وبحريته إنما كان هذا العالم موجودا دائما هكذا والسبب يقول أنه القضية تتعلق بعدم فهمنا لمسألة السبب عندما نقول هذا الشيء حدث أولا فهو هناك سبب أحدثه بالتالي أن الثاني أن الأول أكره الثاني على الحدوث ماذا يعني هذا؟ يعني بأن الثاني لا يمكن أن يحدث إلا بوجوب حدوث السبب الأول معنى هذا أن الثاني واجب الحدوث وهنا بدأنا سندخل في فكرة واجب الوجود من هنا فإننا عندما نقول هذا الشيء موجود فإنه هذا الشيء لا يمكن أن لا يوجد إنه من المستحيل أن يكون غير موجود والسبب هو طبيعة الشيء نفسه هو الشيء موجود ماذا أنا فعل يعني؟ وهنا يرى ابن السيناء بأنه يقول لكن كل شيء هو واجب الوجود أو ممكن الوجود هنا يقول بأنه ربما أكو شيء ينتهي وجوده ومثلا إنسان مات فانتهى وجوده هكذا يفكر ابن السيناء في ذلك الوقت وهو يعتبر أن الموت وغياب الشخص هو غياب لوجوده وهذا أمر يعني كما نعرف ليس صحيحا إذن كل شيء ممكن الوجود أو واجب الوجود مثل ما أنا مثلا الآن أنا موجود بسبب والدي يعني نحن أولاد والدينا جميعا فهذا السبب وجودنا هو موجود لكن من الذي سبب وجودنا الوالدين الوالدين من الذي سبب وجودهما يعني كل سبب يستلزم آثاره ونحن آثار هذا السبب السبب هو والدينا فنحن موجودين كآثار لما فعله والدينا فبالتالي وهكذا كل شيء لكن الآباء أيضا فعلوا وهكذا سنصل إلى ما لا نهاية وهذه مسألة يجب أن نجد لها يعني شوفوا نرى لها تخريجا لأننا سنصل بالنهاية لأنه يعني لن نجد تفسيرا لما نحن فيه على الإطلاق دائما نجد أسباب ونتائج أسباب ونتائج وبالنهاية احنا لم نفعل شيئا لم نفسر أي شيء هنا يأتي بنسينا بوجهة نظره اللي أراها عبقرية يعني كانت في وقتها ما شفتها مسبوقة يعني قال أنه إذن الأسباب والنتائج هذا موجودة سلسلة الأسباب أنه إحنا الأولاد كل شيء إلى سببه ونتيجته وهاي إلى ما لا نهاية وهاي راح تستمر كما هي لكن القضية وين قضية أنه هذه السلسلة سلسلة الأسباب والنتائج لابد أن يكون هناك من قام بها وأن من قام بها كان من الواجب عليه أن يقوم بها هذه فكرة بنسينا اللي من خلالها أثبت وجود الله كيف؟ فيقول أن هذه السلسلة أن من قام بخلق أو بصناعة أو تكوين هذه السلسلة هو يعني لابد أن يفعل هذا الشيء فبالتالي لابد أن يكون واجب الوجود هذا الشخص حتى يقوم بخلق هذه السلسلة من الأحداث والأسباب والنتائج من هنا يستنتج ابن سينا بأن هذا ما حدث أن هذه الأسباب الواجبة للوجود هي تؤكد وجود الله لكن هذا هو البرهان الذي قدمه ابن سينا بإيجاز شديد ولماذا دخلت بالتفاصيل الدقيقة لهذا الموضوع لكن هناك عندما نصل إلى بيرتراندرسل وهيوم هيوم رد على هذه الحجة بطريقة أيضا ذكية لكن الرد كان الأقوى والأذكى وكان من قبل بيرتراندرسل وقدم برهان أعتقد كان في بالك على طريقة بيرتراندرسل وهو يقول حتى ابن سينا عندما راجع قوله يقول أننا نحن هذا الشيء غير معقول فإحنا نجب أن نحل هذه المشكلة المشكلة السلسلة اللانهائية للأسباب كما نعرف أنه هنا مثلا يقول لك إذا كنا قلنا أن الله خلق العالم فإذا قلنا كل شيء سبب فبالتالي من من الذي خلق السبب ومن الذي خلق الخالق طبعا هناك كثيرون يتحججون بهذه أو التلك ويقولون أنه هذه لا تنطبق ويجب أن تصل إلى حد النهاية هذا مصادر على المطلوب ولا يجوز لأنه أنت بدأت بصيغة فيجب أن تستمر بهذه الصيغة إلى الأخير ولا عندما تكسرها فبالتالي فأنت كل الموضوع تم أبطاله أنا أيضا طرحت هذه القضية بموضوع الحلقة الخاصة بمسألة بيرتراند راسل التي نشرتها قبل شهر تقريبا ومسألة وإعتراضة على فكرة التصميم الدكتر في النهاية ابن سيناء يقول هذه الكينونة التي تقف وراءها هذه السلسلة من الأسباب والنتائج هي الله لكن هذا الإله هو واجب الوجود وليس وكان من يجب أن يخفق هذا العالم ليس لأنه انطلق في لحظة معينة لا وكما فكرة البيك بانك والانفجار الكبير وأيضا فكرة أنه الإنسان الله قرر في لحظة معينة طلق العالم والأشياء وكل شيء وانطلق من العدم أو شيء من هذا القبيل لكن هذه ابن سيناء يقول هذا كلام غلط غير صحيح لكن المسألة تتعلق بالسلسلة وتداعياتها سنبدأ عن هذا الحجة يعني مسارها التاريخي هذه الحجة كانت تسمى برهان الصديقين وهي هذه الحجة التي تعتبر من أكبر مساهمات ابن سيناء الفلسفية والتي تناقلها كثير من المفكرين والفلاسفة واللهوتين بعده حتى من العرب والمسلمين وأيضا مسيحيين وحتى وصلت إلى كما قلنا إلى بيرتراند راسل هذه الحجة أثبت بها وجود الله وقال بأنه لا بد من أن يكون هناك واجب الوجود أي شيء لا يمكن أن يكون غير موجود ماذا ينص هذا البرهان يعني الصيغة الرسمية أو الصيغة الشائعة عنه أن المجموعة التي تضم جميع الممكنات لا بد أن يكون لها سبب غير ممكن لأنه لو كان ممكن لأدرجة في هذه المجموعة وبناء على هذه الحجة يصل ابن سيناء على استنتاج مفادعه أن واجب الوجود لديه صفات معينة مثل الوحدانية والبساطة واللامادية والدكاء والقدرة والكرم والخير المفكر بيتر أدامسن وهو مفكر شاب أستاذ في جامعة في ميونيخ هذا المفكر يقول بأن برهان الصديقين هو واحد من أكثر الحجج السائية لإثبات وجود الله تأثيرا في الأسور الوسطى وكانت مساهمة كما قلنا أكبر مساهمة فلسفية لابن سيناء هذا أيضا قال بأن هذا البرهان استقبل بحفاوة وردده من بعد ابن سيناء يعني بعد ابن سيناء مع تعديلات يعني البرهان أيضا تم تطويره بعده خاصة من توما الأكويني وأيضا فضلا عن هذا فلاسفة مسلمين ويهود مثل موسى بن ميمون وسعدية أيضا لكن هذا البرهان كما يقول المفكر بأن هذا البرهان لم يسلم من النقد وأشهر اللي ينتقده من العرب وليس كما قلنا من الغربيين انتقده ابن الرشد لأنه أترض على منهجية هذا البرهان أيضا أبو حامد الغزالي اختلف معاه وقال بأن هذا توصيف لله هو ليس بالصحيح أيضا كما قلنا الانتقادات راسل وديفيد هيون طبعا هذه الحجة هي بها مشكلة أن بعض اعتبرها حجة وجودية وآخرون اعتبرها حجة كونية الآن بالقسم الثاني راح نتحدث عن علاقة هذه يعني كيف طور هذه يعني ما يتعلق مسألة الفيض الأزري وكيف استعمل ابن سيناء هذه الحجة في نظريته عن الفيض الأزري فاستمروا معنا الآن راح يتطور الموضوع أدى من سيناء ويقول أنه يتحدث عن السببية ويقول بأن الله يفيض أو بالضبط عبارته أن العالم يفيض بالضرورة وبشكل أزلي من وجود الله نفسه أنا طبعا لابد أن أنوه بأنني لن أتدخل في هذا الموضوع إنما سأقدم حجة ابن سيناء كما هي بدون أي انتقاد أو كالعادة من عندي فأنا راح أكون يعني محايد وإلا دخلت راح أخرب الموضوع تماما فأنوه لهذا المسألة أنا مجرد أناقل أمين فقط في الموضوع أدري المستطاع طبعا الفكرة الرئيسية لحجة اللي قلناها بالجزء الأول أن الأسباب تجبر على وجود آتارها وهذا هو جزء الجوهري والأساسي من حجة ابن سيناء فيقول أنه هذا الشيء الموجود لابد هناك شيء واجب الوجود له وإلا فكيف يحدث هو وجهة نظر طبعا دكية فعلا يعني أنه كيف وجد هذا العالم وكل شيء بالتالي هناك لابد شيء واجب الوجود الذي أوجده هذا العالم إذا قلنا لم يوجده فهذه مشكلة فهذا الأشياء كلها موجودة كيف نمكن تفسيرها بالتالي لابد موجود شيء نهائي يصل إلى نهاية السلسلة وهذا أنا أعتقد هي كانت فكرة موجودة بدهن الناس ذاك الزمان وحتى لهذه اللحظة الآن لأنه منطقية يأتبرها لكن المشكلة هي ما هو المنطقي وغير المنطقي بالنسبة لنا كيف نشعر لماذا أنا أفكر بهذه الطريقة هي يعني بعد ذلك راح أتناول المواضيع الفلسفية العميقة الجديدة للطارئة أو المستجدة مثل هرموناتيكا وقضايا من هذا النوع راح نتحدث عنها لاحقا لكن الآن هو الرجل قال هذه الحجة ورد عليها بعد ذلك كثيرا فنقول ماذا قال في هذا المجال هنا يعرض يأترض ابن السيناء على حجتي نفسه ويقول هناك كثيرون يعتقدون بأن الأسباب تحدث قبل نتائجها أن السبب يحدث أولا وبعد ذلك تحدث النتيجة ولكن يقول هذا كلام غير صحيح الصحيح أن الأسباب لا تتقدم على النتائج ولا النتائج تتقدم على الأسباب إنما الأسباب تحدث وأن نتائج تحدث في الوقت نفسه فلو افتراضنا مثلا أننا ولدنا كل مننا ولد بسبب تزاوج الأب مع الأم فهذه اللحظة التي كانوا فيها السبب لوجودنا هم في نفس اللحظة كانوا السبب ونحن كنا النتيجة في اللحظة نفسها فنحن لا نستطيع أن نولد أو نتكون أو ننشأ قبل الجماعة الجنسي بين الوالدين ولا بعده فبالتالي لابد أن تكون اللحظة هي نفسها أي السبب والنتيجة لابد أن يكون متزامنا معا هنا رح يقدمنا ابن سينة وشهة نظر شوية يمضي أبعد الموضوع يقول أن الله موجود سرمدي ثابت لا يقبل التغير وأن كل شيء يحدث هو خارج عنه ليس ضمنه وإلا كانت تأثرة بالمتغيرات التي تحدث عنه ولا هذا الشيء الذي يحدث خارجا عنه يستطيع التأثير على الله نفسه هكذا يفكر ابن سينة أيضا يقول أن الأشياء التي تحدث خارج الله هي أشياء لا يمكن أن تؤثر على الله وأيضا داخل الله لا يمكن الأشياء التي تحدث داخل الله نفسه أن تحدث تغييرا عليه لأنه بالغ الكمال والمثالية الآن نرجع نرتب الأمور من جديد كما وفق وشة نظر ابن سينة أولا أن الله موجود بدون أي تغيير وهو موجود أزلي وأنه سبب خلق هذا العالم لكن المشكلة أين؟ المشكلة أنه لا يمكن أن يكون هناك لسبب ونتيجة في وجود قبل وجود النتيجة وأنهما متزامنا معا وفي اللحظة نفسها ماذا يعني هذا؟ يعني أن الموجود الذي وجده مع الله يجب أن يوجده مع الله في الوقت نفسه وبشكل دائمي وأزلي أي أن الأشياء توجد والوجود بأكمله يوجد مع الله نفسه وأن الله لا يسبق الوجود ولا الوجود يسبق الله إنما هما موجودان في حال واحد وترابط مصيري إذا صحة التسمية واحد وعليه فإن الله هو يجب أن يكون واجب الوجود ولا يوجد أي إمكانية لأن يكون الله غير واجب الوجود وإلا لنتفى كل شيء هنا يصل إلى أن النقطة مهمة ابن السيناء ويقول أن العالم لم يوجد بالضرورة إنما كما قلنا هو قال بأن السبب والنتيجة هما يظهران في آن واحد فبالتالي فإن العالم لم يوجد بالضرورة ولو وجدت هذه الحالة فهذا معناه أنه الله خارج المغلوع تماما أي أنه ليس نتاج إرادة الله الحرة وبالنتيجة النهاية أن الله لم يخرق العالم هنا طبعا هذا القول الفصل الذي لا يمكن تقبله من قبل أموم البشرية في ذلك الزمان وحتى وقت قريب هناك أمر أيضا أخطر من هذا يعني لفتة ذكية من ابن السيناء يقول لكننا لا نستطيع أن نقول أن الله أن الوجود وجد بعد وجود الله لأن هذا معناته أنه الله في لحظة معينة قرر أن يخلق العالم وهذا غير صحيح معناته أن الله تعرض إلى التغيير ويجب أن لا يتعرض التغيير المعنى هذا المعاني أن هذا ليس إله فهو حال حال كما قلنا بالقسم الأول قلنا حال حال هذه السلسلة للأسباب والنتائج الأخرى فهذا أمر لا يجوز ونرجع الفكرة أيضا أنه سبب والنتيجة هما يظهران في آن واحد معا لا سابق ولا لاحق الخلاصة يجب أن نتخلنا عن فكرة أن الوجود وجد بفعل إرادة الله الحرة أي أن ابن سيناء أثبت شيء وفق برهانه أن الله لا يمتلك إرادة حرة مثلما الإنسان أيضا لا يمتلك إرادة الحرة وهذه أندي حلقة عن موضوع حرية الإرادة نشرتها قبل سنة تقريبا حول الطفل الريان ممكن تشوفون هذه الحلقة لأن أنا أتحدث بها بالتفصيل عن هذه الحجة أو أن هذه المؤضلة التاريخية والتي سوف لن تحل لا يوم يبعثون المحصلة النهاية أن ابن سيناء يرفض فكرة أغسطين بأن الله وجد أن العالم والوجود وجد بفعل قرار وبفعل بيك بان في لحظة معينة بالمفهوم الحديث ووجد هذا العالم لأن هذا ينفي ينفي ثبات الله ومثاليته المطلقة خلوكم إلىنا وسنتابع بقية آراء الفلاسفة في موضوع وجود الله كونوا مع أصدقائي وأتمنى أسمع رأيكم ومع السلامة اشتركوا في القناة شكراً للمشاهدة شكراً للمشاهدة شكراً للمشاهدة شكراً للمشاهدة